السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة دقائق تقنية في فيديو جديد هواوي لم تستسلم ولم ترمي المنديل ورغم الحسار الأمريكي إلا أنها ما زالت صامدة وهذا بإطلاق هاتفها الجديد هواوي نوفا 8 برو النسخة الدعمة للجيل الرابع فنتعرف على سعر مصفاته وأهم مميزته ولكن قبل البدء أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد شركة هواوي مصرة على تقديم هواتف مصفات جيدة رغم العقوبات المفروضة عليها وهذه المرة أطلقت النسخة الأقل التي تدعم خدمات الجيل الرابع فهاتف هواوي نوفا 8 برو جاء بتصميم مذهل وفاريد من نوعه صراحة ومن نظرة الأولى سيبهرك حيث من الخلف ستجد أربع كاميرات داخل إطار دائري ومن الأمام ستجد ثقوبين لكاميرا السلفي في أعلى يسار الشاشة والخامات المصنعة للهاتف من الزجاج بالكامل فالهاتف يقدم خامات خارجية ممتازة في هذه الفئة السعرية مع التصميم المتميز والجديد وهذه نقطة عملت عليها هواوي وسط المنافسين ومازالت المفجآت من هواوي حيث أنك ستحصل على شاشة ممتازة جدا وهذا لدعمها لمعدل تحديث عالي مع دقة جديدة وأيضا تصميم الشاشة ممتاز جدا فشاشة النظر ثمانية برو من نوع أولد بحجم 6.72 إنش بجوجة الفل أشد بلاس وبدقة عرض الفين وستمائة وستة وسبعون في الف مائتين وستة وثلاثون بيكسل مع كثافة بيكسلات أربعمائة وتسعة وثلاثون بيكسل لكل إنش وتدعم معدل التحديث مائة وعشون هرتز وتدعم الـ HDR10 وتدعم واحد مليار لون ولم تكتفي هواوي بهذا الشيء فقد دعمت هاتفها بمعالج قوي وهو الكيرن 985 ثماني النواة والنواة هي الأقوى من نوع كورتيكس A76 بتردد 2.58 جيجا هرتز بدقة تصنيع 7 نانومتر مع المعالج الرسومي مالي جيج 77 حيث أن هذا المعالج يقدم آداء قوي ومن أفضل المعالجات في هذه الفئة ويأتي الهاتف بنظام OnDrake 10 مع واجهة هواوي EMUI 11 ولكنه يأتي بدون خدمات جوجل ويأتي بخيارين للتخزين 8 جيجا رام مع 128 جيجا أو 256 جيجا وللأسف الهاتف لا يدعم منفذ 3.5 مليمتر الخاص بسماعات الأذن ولا يدعم تركيب الذاكرة الخارجية هاتف النوفا 8 برو يقدم أربعة كاميرات خلفية الأولى بدقة 64 ميجابيكسل بفتحة عدس آف 1.8 والثانية بدقة 8 ميجابيكسل بفتحة عدس آف 2.4 للتصوير الواسع والكاميرا الثالثة والرابعة بدقة 2 ميجابيكسل بفتحة عدس آف 2.4 واحدة للماكرو وأخرى للعزل حيث تدعم الكاميرا تصوير الفيدي بجودة الفور كاي والفل أش دي والأش دي وكاميرا السلفي فهي مزدوجة الأولى بدقة 16 ميجابيكسل بفتحة عدس آف 2.0 والثانية بدقة 32 ميجابيكسل بفتحة عدس آف 2.4 للتصوير الواسع والهاتف يدعم تقنية NFC ويدعم شريحتي اتصال وللأسف يدعم سماعات خارجية مونو فقط وبصمة الإسبع موجودة أسفل الشاشة هاتف نوفا 8 برو يأتي باللون الأبيض والأخضر والأسود واللون الأزرق وبالنسبة للبطارية فهي بحجم 4000 ميلي أمبار مع دعمي للشحن السريع بقوة 66 وان أي يشحن الهاتف 60% في ظرف 15 دقيقة ويشحن 100% في ظرف 35 دقيقة وأيضا يدعم الشحن العكسي بقوة 5 وات فهاتف هواوي النوفا 8 برو جاء بسعر أقل من نسخة 5G حيث أن سعر نسخة 108 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 510 يورو أي حوالي 10 ملايين والنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 560 يورو أي حوالي 11 مليون كانت هذه مصافات هاتف هواوي نوفا 8 برو النسخة العادية فما رأيكم بالهاتف؟ شاركونا رأيكم في التعليقات دمتم في رعاية الله وحفظه